تعالوا نشوف بقى استكمال المشوار ايه هو استكمال المشوار؟ عندنا مباراة قمة يوم الثلاثاء المقبل الفريق بعد مباراة الداخلية بالامس استقنف التدريبات النهاردة مفيش وقت للراحة وبستعرض معاكم مباراة الدوري والترتيب بالمباراة هترايح امتى وتشتغل يعني لازم كل يوم تدريبات واستشفى عشان تحضر لليل جاي زي مننا كريم احمد موفد قناة الاهلي موجود حاليا في مقر نيادي الاهلي بالجزيرة قبل انطلاق تدريب الاهلي بنصف ساعة عشان نعرف منه اخر الترتيبات واخر الاخبار لعله وعصح ممكن يكون فيه جديد ونشوف ونطمئننا على اللعيبة قبل مباراة التلات وهل فيه اللعيبة ممكن ترجع وتلحق ماتش الزمالك ولا لا مساء الفل يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بك في البداية وبرحب بكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان كل سنة وانت طيب واكيد طبعا انت كنت في الاسبوع ده شغالين ماتشات مع الاهلي سفر لسكندرية ماتش في استاد السلام لكن طبعا عايشين الاجواء فعايز اتطمن منك على اخر اخبار الفريق وعسألك بقى على موقف بيرستا وسام ابو علي الثلاثة اللي تم راحتهم في ماتش الداخلية الشناوي ومرون وعبد المنعم ممكن نشوفهم يوم الثلاثة ولا الاجواء عندك اخبار ايه بالتأكيد طبعا محمد يعني في ظل ضغط المباريات الرهيب مفيش راحة وده اللي ممكن عودنا عليه للنادي الاهلي بتطلع من مباراة معنويات وبراغبة كبيرة جدا بتحقق ثلاث نقاط بيكونوا مهمين جدا في مشوار بطولة الدورة العام وبتبدأ تعمل ريكافوري في تدريب في مباراة ضغط كبير جدا الحقيقة على الجهاز الفني وعلى اللعبين كمان بتفقد عدد من اللعبين سواء للاصابة او ان انت كمان بتخش في حالة التدوير وده مهم جدا وشوفنا الحقيقة ممكن انت زي ما انت قلت محمد يعني ممكن كان منعم غايب مروان غايب الشناوي عن المباراة الماضية لكن ان شاء الله بإذن الله كلهم جاهزين الحمد لله هي بس حالة التدوير الرجل بيحاول ان هو يدور على كل اللعبين في القائمة بالكامل ان شاء الله بإذن الله يكونوا في كامل جهازيتهم في مباراة تقال الزمالك القادبة بمشيئة الله ممكن دي كانت نقطة همهما في البداية وكمان هكلمك على وسام وسام ابو عالي ان شاء الله بإذن الله بيعلن جهازيته ونادي الآلي بيعلن جهازيته بمشيئة الله في مباراة الزمالك فيه مجود كبير جدا بيبذل من الجهاز الطبي الحقيقة محمد مع كل اللعبين بيكون فيه دقة كبيرة جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي وايضا كمان بيكون فيه تدريب واثنين وثلاثة الرجل بيحاول ان هو يشوف كل اللعب اللي راجع من اصابات في ظل الوقت الدايئ جدا اللي بيخود فيه النادي الآلي هذه المباراة فوسام الحقيقة اضافة كبيرة جدا قوة هجومية كبيرة جدا ان شاء الله بإذن الله يكون لإضافة في مباراة الزمالك القادمة بيرسي تاو محمد يمكن فحص طبية يكون النهاردة مع بيرسي تاو وغدا كمان بيتم تجهيزه لكن انت عارفها محمد العضلة الخلفية بتكون مهمة شوية ان انت يكون فيه تأني كبير جدا عليها من الجهاز الطبي فعشان كده مش عايزين نسبة لأحداث الحقيقة مع بيرسي تاو الا لما نشوفه في التأسيمة نشوف موضوع الالتحامات الاشتراكات الاسبرينتات كل الامور دي الحقيقة اللي بتدينا انطباع على مدى جهازية اللعب بنسبة 100% لكن بشكل عام الحقيقة مباراة الامس مباراة الدخلية كانت مباراة مهمة جدا ثلاث نقاط كانوا غاية فيها لهمية والحقيقة كمان لابد ان احنا نحيي فريق الدخلية على المباراة الرائعة والمميزة القادمة امام للنادي الاهلي النادي الاهلي الحقيقة بالاسرار الكبير وبالرغبة الكبيرة والتوفيق ربنا محمد اللي بنقول عليه لان لعبتنا بتكتهت بشكل كبير اما بتشوف هدف السلية في الزحمة هدف بيخش تعرف مدى توفير ربنا صحانه تعالى مع لعابة النادي الاهلي ان لعابتنا بتكتهت في التدريبات الكل ملتزم بشكل كبير كل قلبه على قلب اللعب اللي في الملعب اللي عددكة زي اللي موجود فيه المباراة فعشان كده ربنا بيوفق الجميع بيوفق الكل ما بيوفقش لعب واحد فعشان كده بنحيي لعابة النادي الاهلي على رغبته الكبيرة وإصراره من أن تتحقق ثلاث نقاط هي مباراة كوسة محمد زي ما أنت عارف كل مباراة النادي الآلي بيخشها تحقيق ثلاث نقاط هدف مهم جدا وده الهدف الأسماء بالتأكيد لفريق النادي الآلي فإن شاء الله بإذن الله القمة بإذن الله يوم أو الجولة 27 طبعا يوم الثلاثاء إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة النادي الآلي نادي الآلي فاصل نفسه تماما بجهازه الفني عن كل الأمور الخارج المستطيل الأخضر وده أمر مهم وده كان كلام مستر كولر لكل اللاعبين أي أمور خارج المباراة إحنا منشغلش نفسنا بيها تماما لابد إن إحنا نكون مركزين بشكل كبير جدا في مباراة أل الزمالك مباراةه قام مش هتقام كل ده لا يشغل النادي الآلي ولا يشغل الجهاز الفني واللعبين اللي بيشغل الجهاز الفني هو التحضير الفرج على الهاي لايتس لنادي أل الزمالك تحفيص بعض الجمل للاعبين كل ده بإذن الله مع اليوم وغدا بمشيئة اللان يكون طبعا التدريب يكون قوي لفريق النادي الأهلي ويقدر النادي الأهلي يحضر لعبيه بشكل كبير جدا لمباراة أل الزمالك الأمورة محمد طائبة بالنسبة للاستعدادات لكن هو الضغط الكبير ودرجة الحرارة الحقيقة العالية جدا في كل تدريب هاي اللي بيكون لها تأثير شوية عشان كده تدريب فريق النادي الأهلي النهاردة ممكن يكون ستة ستة ونص لأن درجة الحرارة الحقيقة صعبة شوية لكن الحمد لله لأمور مطمئنة ومبشرة أحمد مفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي في الجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات وطمئن على فكرة إمكانية لحاق وسام أبو علي بمطش الزمالك يوم الثلاثة ولسه موقف برس التوية يتحدث في 48 ساعة اللي جاي قبل مطلع الفاصل